مسجل جديد واجهزة جديدة هتغير كل طريقتنا في التعامل مع اجهزة التسجيل. اهلا بكم. النهاردة حلقة اه مهمة جدا لان دي حلقة بتبين لنا ان في جيل جديد جاي من الاجهزة غير الجيل القديم ده خالص اللي احنا تعاملنا معه. قبل كده هنحكي القصة من الاول اه انت عندك حاجتيب بتتقاس في الصوت بتاعي دوت. حاجة اسمها التردد وده بيبقى بالكيلو هيرتز او بالهيرتز اللي هو عدد الموجات اللي بتطلع فوق وتحت عشان تضغط عشان تطلع الى مسافة ما انت تستقبلها فتسمع. كل ما كانت عدد الترددات دي عالية جدا كل ما الصوت بقى حاد لغاية ما يوصل لدرجة صوت انت ما توصلهاش الودن الابشرية ما توصلهاش خالص. دي مسلا بيسمعها ممكن حيوانات ممكن يسمع يعني الوطوات مسلا بيطلق موجات فوق صوتية بيسموها فوق صوتية. بيتسمعها مخلوقات ومخلوقات ما تسمعاش الانسان مستحيل يسمعها. واخبالك دي بتبقى الرادار بتاعه اللي هو اللي بيعملها وتنعكس على الاشياء فيقدر يسمعها ويعرف هو هيخبط في حاجة ولا مش هيخبط في حاجة. آآ كل ما الترددات دي بقت اغلص شوية او اوسع المسافات ما بينها وقلت كل ما بقى دوت التردد بتاع الحاجات الغليزة لغاية ما توصل لاخف الاسوات زي مثلا احتكاك رجل على السجادة. واحنا شرحنا الكلام ده قبل كده في حلقات في الصوت نفسه. ما معنى الصوت يعني. حاجة تانية بالاضافة للتردد بتاع الصوت دوت حاجة تانية بيسموها البيت دابث او عمق البيت بتاع العمق الموجة نفسها. كل ما الموجة كانت اعرض اعلى واعلى كل ما انت فصلتها يعني الى عدد اكبر من التفاصيل الزغيرة زي كده بتاع الكاميرا كل ما انت كان عندك فرصة انك تحكم في العالي والواطي فيها تعلي وتوطي على قد ما تقدر. كنا بالاول بنشتغل على حاجة اسمها ستاشر بت اللي كان عليه بتاعنا اللي هو اللي كنا بنسمع سيديهات عليه الناس اللي تفتكر الكلام ده. وطبعا قبل الشراية الكاسيت انا عارف ان اغلبكم ما كانش اتولد في فترة الشرايت كاسيت بس تخيله كنا بنسمع على حاجة على حاجة اسمها شرايت كاسيت وكان المطرب من دول ينتج شريت كاسيت كل سنة عليه اغانيه وبتاعه كانوا يسموه الالبوم بتاع فلان والالبوم بتاع فلان. زي ما احنا جيلنا ما كانش شاف الاصطوانات دي كان الجيل اللي قبلنا كانوا بيشتروا الاستوانات الاستوان عليها اغنية واحدة اغنيتين بالكتير. فكانوا بيشتروا يعني المطرب لما كان ينتج اه اه تلات اربع الصوانات في السنة ده كان ايه يعني انما على ايام نحنا كان مطرب بينتج شريت فيه تمن اغاني والعشر اغاني بيبقى او ده ده اللي تعني انتو بالنسبة لكم انتو دلوقتي اتغير الوضع خالص دلوقتي ما بتسمعوش حتى على السيديات ديت السيديات دي خلاص انقرضت والمصانع بتاعتها مش هتبقى تصنحها قريب يعني اه اللي هتسمعوه دلوقتي كلها الالكترونية المنقولة عن طريق الانترنت والحاجات المضغوطة دي كلها هي دي بقى الستاندرد بتاع الناس اللي بتسمع بي دلوقتي طيب الاول خالص لما كنا بنسمع سكستين بتاعت دبث بتاعي يعني انا بقدر اتحكم من واحد لستاشر في ارتفاع الاصوات بتاعت الالات الموسيقية والبتاعت ده كان تحكم ظهر بعد كده اربعة وعشرين بت يعني ايه تقدر تخلي ستاشر دول اربعة وعشرين نطيت نطة اضعف بضعفها انك انت تقدر تبقى عندك تبايينات في درجة عليه الصوت وانخفاضه ده كان كافي جدا ان الناس تشغل عليه الموسيقى وبالعكس كمان ده الناس كلها لازلت اغلى بالناس بحتى الان اللي بتشغل باوركسترا اجهزة موسيقية مسلا بتعمل اصوات الات مش عارفة بيشتغل على لان ده اسهل لهم في انهم ما يحكموا الموضوع مين عالي ومين واطي لما بتشتغل اربعة وعشرين بيت بيبعى عندك فرص اعلى انك انت تحط اختلافات في الناس كتيرة اللي بتشغل الاوركسترا مسلا ما بتقدرش تعملها يعني انت بتحس صوته الاوركستر غريب مش طبيعي لانك انت في الحياة مش هدقد ان تسمع التفاصيل دي كلها فبتنتج حاجات بتبقى صعبة جدا التحكم فيها فغالبا الناس بتشغل اوركسترا بتشتغل سكستين بيت حتى الان دلوقتي بعد ما كان عندنا الاربعة وعشرين بيت دول اه طلعت حاجة اسمها اتنين وثلاثين بيت الاثنين وثلاثين بيت ديت اه الفرق كبير جدا ما بين اعلى نوطة ما بين اوطة نوطة فان ده عندك فرق عالي جدا ما بين اعلى نوطة وبين اوطة نوطة خلتك انك انت دلوقتي ما بقاش فيها حاجة اسمها كليب يعني ايه كليب انت ما كنت بتوصل للصوت فوق الزيرو من الديجيتال كنت بتسمع صوت وحش جدا صوت وحش جدا لا يمكن اصلاحه عشان كده كان دايما اي تسجيل خارجي او اي تسجيل مع سينما مع تلفزيون مع مع استوديو مستحيل مهندس الصوت يوصل الصوت وانه يعلى فوق الزيرو الديجيتال ده ويقولك دايما خلي عندك سقف الغاية الزيرو ده علشان ما توصلش وتعدي حاجة اسمها كليب بيبقى تطلع حاجة صوت مشوه بيسموه الصوت المشوه دوت صوت وحش جدا لا يمكن اصلاحه بعد كده يعني ما ينفعش مهندس الصوت بتاع الاستوديو يروح منزله شوية لو نزله شوية بيفضل برضو مشوه مش ممكن خلاص يستعمله تاني فكان زمان اما بيحصل عندك كليب ونلمة الحمرة تنور لا يمكن استخدام هذا الصوت تاني اخترعوا تكنولوجيا جديدة قالك لا احنا مش هنعمل 24 بيت بس احنا عندنا الاجهزة باقي دلوقتي تستوعب اجهزة الكمبيوتر والبروسيسور بتاع الكمبيوتر يستوعب عدد اكبر من تفاصيل الصوت ده فاحنا هنعمل حاجة اسمها 32 بيت بقى عندك فرق السماء والارض بين العالي والواطي مهما تعلى مش هتقدر تجيب انت السقف بتاع ال 32 بيت ده ولما بتوطى ويجي علي الصوت ما بيعليش معا الضوضاء بيعلي الصوت بس ما يعليش الضوضاء معا فتقدر انت تستخدم صوت واطي تعليه او صوت عالي توطيه بدون اي مشاكل عندك كمهندس صوت بعد كده فبقى جنة الموضوع ده جنة انا هوريكو دلوقتي المسجل الصوت اللي عملته شركة زوم اللي اتنين وتلاتين بت اللي انا بستعمله ده مسجل الصوت من شركة زوم اللي انا بستعمله دلوقتي صوت يطالع منه دلوقتي التسجيل بتاع الحلقة ديت يعني آآ بيجي المسجل دوت عبارة عن مسجل صوت بيجي معاه المايكروفون اللي هو بتاع الكليب دوت اللي انتو شايفينه وبيت محطوط في المسجل ده هو مسجل بسيط جدا وحتى معمول علشانك انت تحطه في جيبك او تحطه في الحزام بتاعك وانت ماشي ملوش اي وزن خالص وبيشتغل على بطريتين قلم فيش اي مشاكل منه خالص وخفيفي الوزن جدا ولكن هزا الصغير عملاق في تفاصيله ما بتسجل انت اللي اتنين وتلاتين بت ديت بتاخدها بعد كده مش ممكن انا صوتي يعلى في المايكروفون دوت وما اقدرش انزله دلوقتي فانا هسماع قدراتي تجربة عملي على الصوت بتاعي دوت اللي هعمله هقرب صوتي بقي جدا من من المايكروفون بحيس ان يطلع صوت مشوى وحنزل الصوت دوت بحيس ان انا اقدر استخدمه بعد كده. سجلنا عينتين صوتيتين اول عينة منهم عالية جدا عدت مستوى الزيرو الديجتال فهنلاقيها عملت كليبنج. العينة التانية اقل صوت هواطي قوي وهنحتاج نعليها في يعني بعد ما بعد التسجيل. فاحنا هنشوف العينتين دول ونسمعهم ونشوف نقدر نعمل معاهم ايه. انا فتحت دلوقتي برنامج اسمه البرنامج ده بيجي هدية مع جهاز التسجيل نفسه. هنسمع عليه اول عينة العينة الصوتية للصوت في طالع فيها لانه عالي. انت لو تلاحظين الشكل بتاعي مقتوم. يعني انت شايف المستوى العالي بتاع الموجات الصوتات لها واقف في السقف خالص عد زيرو. يعني معناها تلاقيه مقتوش اللي هو الصوت بتاعي من هنا ده. بعد كده هنشوف هنقدر نعمل ايه فيه عشان نقدر ننزله. بس نسمعه الاول بالديستورشن يعني صوت عالي. ولد الفنان عمار الشريعي في مدينة صاملوت احدى مراكز محافظة المينيا بصعيد مصر. كان جده لوالده محمد باشا الشريعي نائبا بالبرلمان المصري في عهد الملك فؤاد الاول. وكان والده من كبار المزارعين في مركز صاملوت. وعدو بالبرلمان المصري عن مركز صاملوت بعد ثورة تلاتة وعشرين يوليو. بشع بشع الصوت بشع مش كده. انتم متعرفوش انا عملت مجودة دي واسرخ في المايك عشان يطلع الصوت فوق الليفل بتاع زيرو. يعني حتى صعب جدا على الواحد انه يعمل كليبنج على الجهاز ده يعني يشبه مستحيل يعني. فلازم انت عشان فعلا تعمل ده لازم تجعر في الميكروفون علشان يطلع الصوت ده. فرضا ان عندنا الصوت فعلا فوق الليفل دوت لاني خلي بالك المسجل ده فيه انواع منه كتيرة بتستقبل مايكات وهنعمل دلوقتي يعني تضارب عليه بعد كده. فبتستقبل مايكات فمن الممكن انك انت تعمل تعمل بآلة عالية بآلة موسيقية عالية او بصوت عالية غالبا مش هيبه صوت بشري مش تعرف تطلع الليفل ده الا لو وزعقة قوي في الموضوع ده. فاحنا شايفين دلوقتي قدامنا المستوى بتاع الكليبنج ده عالي ده بنحنا ننزله ازاي هو ببساطة جدا ان انا هنزل الليفل بتاعي بتاع الجين بتاعي ونشوف هيطلع النتيجة عاملة ازاي يعني. هنزل كل الجين بتاعي مسلا آآ ستة ديسيبال. ولا سابعة ديسيبال. اسمع تاني بقى الصوت بتاعي. ولد الفنان عمار الشريعي في مدينة صاملوت احدى مراكز محافظة المينيا بصعيد مصر. كان جده لوالده محمد باشا الشريعي نائبا بالبرلمان المصري في عهد الملك فؤاد الاول. وكان والده من كبار المزارعين في مركز صاملوت. وعده بالبرلمان المصري عن مركز صاملوت بعد ثورة تلاتة وعشرين يوليو. كل الليفل نزل كله مع بعضه ومعنديش اي مشاكل خالص ان انا اسمعه او ان انا استعمل العينة الصوتية ده اتنا هنزل كمان ممكن لو انا عايزة نزل كمان اكتر منه تعالوا نشوف هننزل اكتر منه في كده ازاي يعني. ممكن تاني نعمل بالجين وننزل كمان مثلا تلاتة ديسيبال كمان. نزل خالص بقى عندي مستوى اقل حتى من ناقص ستة فانا ممكن استعمله بسهولة فيش اي مشاكل خالص. ولد الفنان عمار الشريعي في مدينة صمالوت احدى مراكز محافظة المينيا بصعيد مصر. كان جدول والده محمد باشا الشريعي نائبا بالبرلمان المصري في عهد الملك فؤاد الاول. وكان والده من كبار المزارعين في مركز صمالوت. وعضو بالبرلمان المصري عن مركز صمالوت بعد ثورة تلاتة وعشرين. بقى اقدر استعمل العيان الصوتية دي مفيش اي مفيش حاجة فوق الزيرو. في حاجة لو تلاحظوها في التسجيل الصوتي حرف الب والميم لان انا كنت بقرب المايك جدا من بقي. ده بيعمل ضغط على المايكروفون نفسه الرقيقة اللي بتستقبل الصوت. فدي انت مش هتعرف تصغر صوتها. يعني دي مش هتعرف تزيلها. فدازم تبقى فاهم ان دوت هيعالج بس الليفل. بس مش هيعالج الاخطاء بتاعكم الضغط الشديد على المايكروفون نفسه. المايكروفون نفسه عملك ليب. المايكروفون نفسه ما استحملش الطاقة بتاعت الصوت لان عليها حرف الب في نفخة هوا جامدة عليها. فلازم تعرف ان ده مش هيعالج لك العيوب بتاعت الصوت النتيجة عن المايك نفسه اتغيرت تكويناته بسبب علو الصوت اللي انت عندك. فحرف الب وحرف الميم اللي بسمها البوب اللي بيطلع منها طاقة هوا جامدة جدا تضغط على كابسولة المايك. دي مش هي البرنامج ده مش هيعرف لوطيها هتفضل كليب زي ما هي كده. لكن في برامج تانية دلوقتي ممكن نعمل عليها آآ آآ مسلا آآ ديمو. البرنامج دي بتعالج الحاجات ديت وبتقلل من تأثيرها لدرجة ملحوظة جدا ما تقدرش تسمع منها الصوت بتاع البوب والحاجات ديت. فاني انا نعرفها في برامج تانية بتنتجها شركة ايزوتوب لآآ تزبيط الصوت في حاجة في حاجة بايزة في تسجيل بايز ممكن يتعدل ويتزبط تانية. طيب نسمع دلوقتي بقى العينة الو قليلة وما نعلي الصوت فيها ونشوف الضوضاء هتزيد معاها ولا لا? شايفين مستوى الصوت? ناقص 29 وناقص 30 ديسيبال. طيب نعلى بقى بالصوت دو نشوف نجرب كده. يعني صوت يشبه الهمس يعني. نختار كل الموجات. يعني حتى مش قادر اشوفها على ده عشان اقدر اعلي ايه اللي يعلي وإيه اللي معلاش. نجرب بقى هنا هنعلي الجين هنزوده مسلا اتناشر ديسيبال. ونزود كمان خمسة ديسيبال. ولا ستة كمان. نسمع بقى. ولد عمار الشريعي في مدينة سماللوت احدى مراكز محافظة المينيا بصعيد مصر. كان جده لوالده محمد باشا الشريعي نائبا بالبرلمان المصري في عهد الملك فؤاد الاول. وكان والده من كبار المزارعين في مركز سماللوت. وعضوا بالبرلمان المصري عن مركز سماللوت بعد ثورة تلاتي. ده بالضبط همس. انا كنت بهمسه في المايكروفون. وقدرت اكبر الهمس دوت بحيس ان انا اقدر استخدمه. ففعلا الجهاز دوت فعلا حل سحري للناس اللي هي بتسجل برة او بتسجل تسجيل خارجي مسلا بيحط بتاعه. حط بتاعه في جيب ويدوس ريكورد وبتقعد التسجيل اعتقد البطارية ال الوحدة اللي بتتحط جوه البطاريتين الالم اللي بيبوا موجودين دول بيعود حالي تلتاشر ساعة. يعني تلتاشر ساعة تسجيل متواصل ما فيش اي مشاكل خالص معك فيه. فممتاز جدا الحل ده. لو انت بقى غوي يعني عايز سجل على الكمبيوتر على طول بتوصل اليو اس بي بتاعه بالكمبيوتر على طول وبتستعمله كأنه اوديو انترفيس تقدر تسجل منه على طول. سبقى تقدر تسجل منه صوتك بالكليب ز كده. او تقدر تسجل قلة موسيقية حتى بتعزف ما فيش اي مشكلة خالص. فهو حل جميل جدا وحل صحري ومش غالي. وممكن تجيب النسختين البلوتوث لو انت عايز تستعمل الموبايل في انك تتحكم فيه. او من غير بلوتوث خالص اللي هو بيبقى جهاز لو واحده بيتسجل وبتبقى ارخص حوالي خمسين دولار من الجهاز بتاع البلوتوث. فانت قدامك كتير انك كنت تستعمل التكنولوجيا دي. وان شاء الله هنشوفي حلقات قادمة استخدامات اخرى للتكنول دي لان بدأت الشركات تنتج دلوقتي مسجلات صوت هتبقى كلها اتنين وتلاتين بيت. فاعتقد ان التسجيلات او مسجلات اللي احنا بنستعملها دلوقتي كلها في الوقت القريب في خلال خمس سنوات هتختفي كلها الطرق دي كلها في التسجيل. وهتبقى تسجيلات كلها اتنين وتلاتين بيت. ومهندسين الصوت حيرتاحوا كتير قوي بالذات الناس اللي بيسجلوا مع الاعمال الخارجية اللي بتبقى تلفزيون وسينما مسلا وما يقدروش انه هم يعيدوا تاني التسجيل الحاجة اللي حصلت دي. ف في عينة صوت رجعت معاهم فسدة او عالية عن المستوى المطلوب او اقل من المستوى المطلوب هتطلع ضوضاء معاها لو جم يكبروها دلوقتي في حل سحري اعتقد ان ده صورة في عالم الصوتيات. واشوفكم الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة